موسيقى 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 مشاهدين الكرام نحييكم من جديد ونقدم لكم حلقة جديدة من ضيف التحرير وعلى طاولة النقاش لهذا اليوم تقييم لعمل السلطة التشريعية التي مرت بظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وبعيدا عن السلطة التشريعية قريبا من العملية الانتخابية سنعرج على واقع المشهد السياسي قبل هذه الاستحقاقات المنتظرة خاصة في ظل التعديلات التي شهدها القانون المنظم للعملية الانتخابية وعلى رأس القائمة بالتأكيد القاسم الانتخابي الحديث بالتفاصيل عن هذه المحاور ورحب باسمكم مشاهدين بالدكتور ميلود بالقاضي أستاذ العلوم السياسية والذي ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الرباط دكتور أهلا ومرحبا بك في ضيف التحرير نعم مساء الخير أهلا بك إذن أستاذ بالقاضي يوم الجمعة الماضي شهد افتتاح البرلمان لدورته الرابعية هي الدورة الأخيرة قبل الانتخابات المنتظرة هذه السنة كيف تنظر لأداء السلطة التشريعية سواء من حيث التشريع أو حتى الرقابة خلال عهدى استثنائية نوعا ما شهدت متغيرات كثيرة خاصة في السنة الماضية أبرزها جائحة كورونا التي طغت على المشهد وأثرت على قطاعات عدة تمس عصب الحياة الخاصة بالمواطنين وبشكل مباشر نعم شكرا أكيد أن الدورة الخريفية أو الدورة الرابعية الحالية أطرها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية هذا الخطاب الذي مثل خارط الطريق للسلطة التشريعية حيث أن الخطاب الملكي ركز على آثار أو تداعيات جائحة كورونا اقتصاديا واجتماعيا وهذا ما دفع بالخطاب الملكي أن ينادي البرلمان بإخراج صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي لمواجهة هذه الجائحة ولخلق ظروف موضوعية للاستثمار وأيضا لتوضيط العلاقة بين القطاعين الخاص والعام والكل يعرف بأن جائحة كورونا مست كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية إذن الدورة الخريفية اهتمت بالجانب الاقتصادي والاجتماعي وفق ما جاء في الخطاب الملكي الافتاحي الذي نادى النخب البرلمانية بأن تقوم بأدوارها التشريعية في مواجهة جائحة والحد من آثارها على المواطن اقتصاديا واجتماعا واجتماعيا النقطة التانية التي هيمنت على الدورة الخريفية هي المتعلقة بالقوانين المؤطرة للتغطية الاجتماعية حيث أن جائحة كورونا بينت الهشاشة الاجتماعية ليس بالنسبة للمغرب ولكن لكل الدول حتى الدول المتقدمة من حظ المغرب أنه كانت له مقاربة استباقية مكنت المغرب من وقوع كوارث اما صحية او وبائية او اجتماعية بفضل الرؤية الاستراتيجية لجارة الملك محمد السادس وهذا هو ما هيمن على الدورة الخريفية التي كانت استثنائية نعم عاشر الاقتصادي قانون المالية لسنة 2021 وما يتضمن من قوانين خاصة سوى تعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية او غيرها من الامور الاستعجالية لا صحيح ما الأسف لاحظنا بأن جائحة كورونا افرزت لنا مجموعة من الاختلالات المؤسستية بكل موضوعية وبكل جرأة أقول السلطة التشريعية رغم قيامها بوظائفها التشريعية كما هي محددة في الفصل السبعين من الدستر المغربي مع الأسف لم تكن لها مبادرات خصوصا أن البرناماني له صفة تمتيلية الأمة وله دور كبير في حماية المواطن خصوصا في ظل الكوارث كما يقع الآن في العالم مع الأسف أن العمل التشريعي لم يأخذ المبادرة الذاتية ولم تكن له واتيرة سريعة في التفاعل مع جائحة لو لا الخطاب الملكي الذي أعطى للزمن البرناماني قوة أعطاه أضاف إليه دفعة قوية لتسريع بإخراج هذه المشاريع القوانين التنظيمية حتى يمكن للبرلمان أن يتماشى مع السياسة العامة التي قادها ملك البلاد في مواجهة جائحة كورونا والتي حامته من الوقوع في كثير من الأزمات وبالتالي فالتقييم الموضوع لأداء البرلمان في هذه الدورة لم يكن في مستوى الواقع الاستثنائي ولم يكن في مستوى التحديات والتطلعات التي كان ينتظرها المواطن المغربي من هذه المؤسسة التي يجب أن تقوم بدور ولكن بوتيرة أسرع تتماشى مع تطور وتطلعات المواطن المغربي الذي أصبح أكثر إرحاحا بأن يقوم البرلمان بمؤسساته بأدوار عفوا ووظائفه الدستورية نعم وربما هنا تحدثت عن التشريع وأيضا روح المبادرة ولكن هناك سلطة أخرى للبرلمان وهي رقابية كيف تنظر لعلاقة البرلمان بالسلطة التنفيذية السلطة التي وصفت بأنها غير منسجمة وفي كثير من الأحيان تعرضت لانتقادات اللاذعة من طرف أحزاب المعارضة وفي محطات مختلفة لا وصحيح حيما نريد أن نقيم الأداء بصفة عامة البرلمان المغربي مثلا يجب أن لا نوجه النقد إلى الأغلبية البرلمانية ولكن إلى المعارضة الآن الفصل العاشر من الدستور أعطى صلاحيات مهمة وواسعة للمعارضة في البرلمان يصعب أن نتحدث عن المعارضة بل نتحدث عن المعارضات وهذا ما يعني تجسد في بعض في المصادقة أو في الرفض على بعض المشاعر القوانين حيث أن أحزاب المعارضة صوتت مع أحزاب من الأغلبية وأحزاب من الأغلبية صوتت مع فرق من المعارضة إذن قضية المعارضة الدستورية لم تكن في المستوى خصوصا على مستوى الرقابة الفصل العاشر أعطى للبرامان صراحية قوية مع الأسف لم توظف مثلا الكل المعارضة الآن تنقض الحكومة أي السلطة التنفيذية تقول أن لا تقوم بأدوارها الدستورية ولكنها لم تستعمل الوسائل أو الآليات الدستورية لمثلا لإسقاط هذه الحكومة أو استعمال الأدوات الدستورية حتى يمكن للحكومة أن تعيد النظر في تدبير سياستها العمومية لأن من يقوي العمل العمل الحكومي هي المعارضة البرلمانية إذا كنا أمام معارضة قوية في البرلمان فيمكن أن تنتج لنا سلطة تنفيذية تشتغل بواترة أخرى هل نجد أستاذ بالقاضي للمعارضة في البرلمان بأننا أمام سنة استثنائية طغت عليها جائحة كورونا وبالتالي كانت هناك عدد من السياسات الاستعجالية والقرارات التي لا بد منها والتي تنضوي تحت لواء حالة الطوارئ الصحية وبالتالي كان لابد من سياسات توافقية سواء من طرف الأغلبية أو حتى المعارضة مشكلة التوافق يكون حول القضايا العامة للوطن حول مقدسة البلاد حول المرجع الدينية حول الوحدة الطرابية حول الخيار الديمقراطي حول المؤسسة الملكية ولكن في غياب هذا التوابط يجب أن يكون هناك تنافس قوي بين المعارضة وبين الأغلبية بين السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية بين الفرق البرلمانية حتى الداخل الأغلبية فنلاحظ الآن حضور الفرق البرلمانية باستثناء فريق معين لا نجد حضورا قويا حتى للفرق البرلمانية الأغلبية وبالتالي فسبب يعود إلى أسباب معقدة أولا أسباب قانونية لأن الآن هناك دراسات متعددة حول البروفيل للنخاب الحالية هناك تراجع كبير للنخاب ذات تكوين القانوني أو السياسي المتينين لماذا؟ لأن هذا يرتبط أيضا بالقوالين المؤثرة للانتخابات حينما تضع دائرة الانتخابية بمثابة إقليم فمن الصعب جدا لمناضل سياسي لا يمتلك المال أو ليس له السلطة أن يترشح وبالتالي فالمشكل يرتبط بنوعية النخاب الموجودة بالبرنامان وهي نخاب إما تكون من الأعيان أو تكون لها سلطة المال هذا موضوع سنناقشه في محور آخر ضمن هذه الحلقة من ضيف التحرير ولكن قبل ذلك دائما وأبدا نبقى مع الدورة التي قامت به السلطة التشريعية وعلاقتها أيضا بالسلطة التنفيذية في ظلم تغيرات كثيرة جدا من بين الأمور يقول البعض التي وضحت ربما الشرخ القائم في العلاقة ما بين الأحزاب سواء تمت للأغلبية أو حتى للمعارضة القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية وأكيد على رأس القائمة القاسم الانتخابي كيف قرأت المشهد الذي مر منه هذا التعديل نعم نلاحظ أيضا أن دستوريا الدورة الاستثنائية التي عقدت بين الدورة الخريفية والدورة الرابعية بمرسوم من رئيس الحكومة كانت غنية حيث أنها تمكنت في زمن قياسي من إخراج مجموعة من القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة سوى تعلق الأمر بالانتخابات الشرعية أو الإقليمية أو الجهوية أو الجماعة الترابية أو الجهوية نلاحظ أن أثناء المناقشة هيمنة أو سيطرة واحد القضية هو القاسم الانتخابي إما على أساس المقيدين أو على أساس المصوطين أعتقد هذا الموضوع انتهى فيه الكلام مادام أن المحكمة الدستورية حكمت أصدرت حكما بدستورية القاسم الانتخابي على أساس المقيدين النقاش الذي الآن يجب أن يثار على مستوى الأحزاب السياسية هي كيفية البحث عن تنافس شريف بين الأحزاب السياسية كيفية البحث عن تنافس ديمقراطي أي مرشحين يستحقون أن يستفيدوا من التزكية كيف يجب مصالحة المواطن مع الفعل الانتخابي كيف يجب الآن أن نفكر في المشاركة الانتخابية التي تعد اليوم من أهم تحديات الانتخابات المقبلة لأن المشكل يبقى في هذه القضية كلما كانت المشاركة الشعبية مرتفعة كلما أفرزت لنا مؤسسات قوية منسجمة سواء على مستوى الحكومة أو المعارضة أو على مستوى البرلم كلما كانت أعتذر أستاذ ميلوت والانتخابات في هذه الظرفية سواء كانت محلية أو حتى تشريعية منتظرة من الفعل السياسي ولكن أيضا منتظرة من المواطن لأن هناك تحديات هناك رهانات مستقبلية تمس الحياة اليومية للمواطن وأيضا ربما مستقبله في الأمد القريب في ظل وضعية غامضة بسبب جائحة كورونا سواء كانت في المملكة أو حتى على مستوى العالم هل هذا السياق الاستثنائي دافع قوي للأحزاب لتقديم برامج واقعية نوعا ما بعيدا عن أخرى تخط في مراكز دراسات محلية وأجنبية نعم سنو في العكس هذه الظروف استثنائية يجب أن تخلق مواطنا استثنائيا في تعامل مع الفعل الانتخابي هذه الظروف القاسية اجتماعيا واقتصاديا تخص المواطن يفهم أنه كلما قام بواجبه الدستوري وهو التصويت بقناعة عن المرشحين هذا المرشحين يعطون حكومة قوية وبرنامى قوي كلما كانت المؤسسات في مستوى حماية وتأمين المواطن في زمن الأزمة هذا ما قلت استاذ ميلود يجب أن لا ننقود الحكومة أن نتقد الحكومة الانتخابات ربما تمس المواطن ولكن أيضا الأحزاب المغربية الكل معني بهذا الأمر في ظل السياق استثنائي وهو سياق ما فرضته جائحة كورونا على المستوى الصحي الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي ربما الرغبة المشتركة في الإقبال على العملية الانتخابية ستكون من المواطن كما تفضلت لخلق نخب قادر على هذه التحديات والرهانات ولكن أيضا هناك واجر منط بالأحزاب لتقديم برامج مغايرة ولكنها تمس الواقع على الأقل نعم شوف السينوفل يعني العملية الانتخابية فيها معادلة ثلاثية هناك الدولة هناك الأحزاب هناك المواطن الدولة يجب أن تتوفر على إرادة سياسية يعني قوية لتوفير مناخ سليم تكون في المنافسة قوية الأحزاب السياسية مسؤولة أولا في تقديم مرشحين نزهة شرفة عندهم تكوين عندهم مصداقية والمصداقية اللي غيرت تصارح المواطن مع سر الاختراع مرشحين مؤهلين ليلعبوا دورا أساسيا في بناء مغرب ما بعد كورونا السينوفل يجب أن ننبه بالمناسبة يعني المغرب عنده تتحديات من غدا الحكومة المقبلة التحدي الأول كيف يجب بناء مغرب ما بعد كورونا ليس من السهل الكل منهار لا يمكن أن نبلي هذا المغرب إلا بمؤسسات قوية بنخاب قوية ثانيا النموذج التنموي الجديد من سينزل هذا البرنامج الطموح إلى أدر الواقع إلا المؤسسات والنخاب المؤهلة كين هناك مشروع أساسي وإستراتيجي هو الجهوية المتقدمة إذن يجب أيضا أن نفكر في نخاب جهوية تكون قادرة أن تتماشى في الأوراش القبرى الإستراتيجية التي يقودها صاحب الجلالة هنا العنصر التالية هو المواطن المواطن المسؤول المواطنة هي حقوق واجبات اليوم المواطن إذا ما تصوت ما عنده الحق إن قد ما عنده أن يشكي ما عنده أن يبقى إن قد على الأقل يجب أن يقوم بواجبه الدستوري يصوت على البرنامج الذي يختاره على الحزب الذي يختاره وله الحق أن يحاسبه وأن يراقبه وأن يقع عاقبه من بعد الخمس سنوات لأننا اليوم هذه الناس تنتخبهم إما على مستوى المجالس الجهوية أو الجماعة الترابية أو مجالس الأقاليم أو البرلمان رغيت حكمه في سياستنا العمومية الجهوية والإقليمية خمس سنوات نعم كلما تخلى المواطن عن الدهاب للتصويت والتعبير عن موقفه كلما ترك صوته ليتلعب به سماس الانتخابات الفاسدين المتربسين بالمسج بالخيار الديمقراطي بما أنك تحدثت عن المواطن كطرف أساسي في هذه المعادلة الانتخابية ماذا عن النخب السياسية في الأحزاب هل الأحزاب اليوم من أجل استقطاب ذلك المواطن الذي يشكل من نسبة أو نسبة هامة جدا في تلك الأغلبية الصامتة التي لا تشارك في الفعل السياسي ولا في العملية السياسية ولكنه ينتقد عبر منصات مغايرة هل يوم الأحزاب السياسية منطبها أن تقوم بتغيير نخبها السياسية المتواجدة أن تمنح ربما فرصة لفئات مجتمعية هامة جدا تحظى بثقة المواطن ونحن في مجتمع شاب بنسب هامة جدا أن تمنحهم تلك المكان في رأس القائمة من نساء من شباب على سبيل المثال الحصر ليكون هناك استقطاب لتلك الفئات التي لعبت لعبة الكراسي الفارغة ولم تشارك في العملية السياسية ولكنها تراقب عن بعد الآن في السياسات العمومية الدولية وفي العلاقة الدولية هناك عنصران هما اللاداني سيغيران هما الشباب والنساء لا يمكن أن نغفل المشاركة وترشيح الشباب والنساء لا في الانتخابات الجهوية أو الجماعية أو الإقليمية أو الاتشريعية بالفعل اليوم أيضا الحزاب السياسية يجب أولا أن تكون لها عروض سياسية لوفق بوليتيك هذا لوفق بوليتيك يجب أن يكون جداب مقنع أيضا يكون برامج انتخابية ليس فوتوكوبي مع الأسف لدينا الآن من حتى الـ 2020 ما زلنا نعيش وأزمة التعددية الحزبية والتعددية السياسية حيث أن في الانتخابات لا نكون أمام ثلاثة وثلاثة حزب نكون أمام ثلاثة وثلاثة حزب ولكن ببرامج انتخابية تكاد تكون واحدة أو مشابهة وهذا خطر لا يمكن الآن أن نقنع جيل جيل المعرفة جيل الديجيطال الرقمي جيل ما بعد الحداثة لا يمكن أن نقنعه إلا بالبرامج الانتخابية الجيدة لكالية الجودة أصبحت أساسية حتى في التواصل الآن أيضا يجب الحزب السياسية أن تبتعد عن التواصل التقليدي وأن تراهن التواصل المؤسساتي المهني خصوصا التقني على الحزب السياسية أيضا أن تعد النظر في الترشيحات ما الأسف سنوفر تلاحظ معي أننا الآن يعني شهرين أو ثلاثة على الانتخابات نرى الفوضى والتسيب في ترحال هناك وزراء كانوا في أحزاب ليبرالية اليوم وفي اليوم ذهبوا وأصبحوا سيترشحون أحزاب يسارية هناك مرشح كانوا في اليسار ذهبوا إلى اليمين أو إلى تنفر البعض من المشاركة في العملية الانتخابية خاصة أن هناك فئات هامة جدا قلنا نحن كأغلبية ساكنة في المملكة هم من الشباب وبالتالي هؤلاء لديهم نسب وعي هامة جدا ويرون ماذا يحدث داخل المشهد السياسي الداخلي ولكنهم أيضا مطلعين على المستوى العالم وبالتالي حين يرون بعض هذه الظواهر ينفرون من صناديق الاقتراع واليوم بالحديث عن هذه المتغيرات وأيضا على مستوى الأحزاب التي تحدثت عنها أصبحت تتواصل عبر الأجهزة الرقمية أو حتى المنصات التواصل العالمية ولكن بغض النظر عن كل المتغيرات هل مراجعة الأحزاب لأفكارها لبرامجها لذواتها من الداخل وإعداد برامج واقعية سيساعد على تغيير الخريطة الانتخابية بالنظر إلى أحزاب لعبت دور الكمبرس ربما في ولايتين تشريعيتين وآثرت أن تكون في المعارضة ولكنها قامت بمراجعة بتجديد للقيادات وبالتالي هل يمكن أن نرى بناء على كل هذه المتغيرات خريطة انتخابية جديدة تفرزها الانتخابات المقبلة نعم هناك مسألة دستورية أن التمثيلية الديمقراطية تتخذ البعدلها من الشرعية الانتخابية هذا منص على الدستور مع الأسف اليوم الأمراض التي تعاني من الأحزاب السياسية ما زالت الآن قائمة يجب أن نكون موضوعيين الآن هناك شيخوها الأحزاب لا تحترم الديمقراطية الداخلية لا تحترم حتى أنظمتها وقوانينها الداخلية لأن اليوم الأحزاب السياسية يجب أولا أن تكون في مستوى دستور 2011 دستور 2011 سمى بالأحزاب السياسية وأعطاها صراحية كبرى اليوم أمام الأحزاب السياسية خيارين إما أن تقوم بالقطيع التامة مع خطابتها البئيسة مع تواصلها التقليدي مع حسابتها الضيقة مع بعض الممارسات الغير الديمقراطية وإما أن تحترم الدستور وأن تحترم الخطابات الملكية وأن تحترم أنظمتها القانونية وقوانية الداخلية وأن تعي بأن العدو الحقيقي لمغرب ما بدأ كورونا ماشي المعارضة ماشي الأغلبية ماشي الاتحال الشراكي ماشي العدل والتنمية ماشي التجمه الأمية الفقر الهشاشة الاجتماعية وهنا ننشير إلى ما يتردد في الخطابات الملكية منذ وصول صاحب الجلالة إلى السلطة ماذا أول خطاب قال ليست هناك ديمقراطية لغير الديمقراطيين إذا مدام أن الخيار الديمقراطي أصبح رابع ثوابت البلاد فالأحزاب السياسة اليوم في سلوكها في خطابتها في حكامتها للمالية الأحزاب في اختيارها أو في وضع معايير لاختيار المرشحين سواء كانوا الشباب أو نساء أو يعين أن تكون معايير ديمقراطية تحترم فيها الكفاءة المصداقية في أقل من دقيقة إن سمحت هناك بعض الأحزاب تم شخصنتها اليوم قد نشاهد هناك متغيرات ومن ضمنها غياب تلك الشخصانة لعدد من الأحزاب التقليدية هل هذا عامل محفز للناخب من أجل الذهاب لصناديق الاقتراع خاصة فيما يخص أحزاب تقليدية لها قواعد عمل منتشرة في كل ربع المملكة نعم يا أخي مع الأسف من الأخطاء التي ترتكب عند بعض الباحثين وعند أحترجاء الإعلام هو نسمي الأحزاب بالأسماء في حين أن قانون الأحزاب التنظيمي كان واضحا هو تحويل الحزب من حزب الفرض إلى حزب المؤسسة اليوم يجب أن ندافع وأن نتشبت بالأحزاب المؤسسات وليس بالأحزاب الأشخاص وأعتقد من أهم كما قلتم من أهم الأسباب التي تدفع الناس خصوصا الشباب لا ينخرطون هي أن الأحزاب السياسية ما زال تتحكم فيها يعني النزعة الشخصية الفرضية أكثر من النزعة نعم النزعة المؤسسسات وما زالت يعني مشكلة العائلة وسبب أخرى نتمنى يعني يجب أن نقول المتفائلين أننا سنرى شبابا يدخل إلى العراق هذا ما نتمنى دكتور ميلود بالقاضي أعتبر منك على المقاطع لأن وقت البرنامج قد انتهى ميلود بالقاضي أستاذ العلومة السياسية كنت معنا مباشرة من العاصمة رباط شكرا جزيلا لك الشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابع لكم أجمل تحية وإلى اللقاء شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم